تهديد جديد استهدف أحد خصوم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أرثر إنغورون القاضي المشرف على قضية الاحتيال المدني ضد ترامب في نيويورك تلقى تهديدا بوجود قنبلة في منزله المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند كان قد حذر من عدد الدعاوى القضائية مؤخرا ضد متهمين هددوا عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي والقضاة الفيدراليين والمرشحين الرئاسيين وأعضاء الكونجرس وأعضاء الجيش والعاملين في الانتخابات في نوفمبر الماضي كتب القاضي إنغورون نفسه في دعوة قضائية أن مكاتبه تلقت مئات التهديدات عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والطرود البريدية ورسائل البريد الصوتي وبين ترامب والقاضي إنغورون تاريخ خال من الود حيث رفض القاضي تاجيل جلسة بسبب وفاة والدة السيدة الأولى السابقة ميلاني ترامب كما رفض القاضي طلب ترامب بأن يتولى بنفسه مرافعات الدفاع ترجمة نانسي قنقر